هنعمل بقى دلوقتي مهلبية بس برضو مميزة جدا لان احنا هنعملها بالشوكولاتة والكرامل او الطوفي يعني طيب علشان نعمل الوصفة بتاعتنا عايزين 6 كبات حليب 1 كوب رز مطحون نص كبات كاكاو 2 معلقة كبيرة نشا وعايزين 1 وربع كوب من السكر واحد علبة حليب مكسف محلة مغلية في حلة الضغط لمدة نص ساعة او ساعتين وربع على اللار العادية عايزين بندق مجروش للوجه وشوكولاتة مبشورة برضو للوجه طيب دلوقتي انا حطيت اللبن شوي على النار يسخن عشان نكسب وقت عندنا هنا ده الحليب المكسف المحلة لما بنحطه على النار زي ما هو في العلبة بتاعته بنحطه لمدة نص ساعة في حلة الضغط او لمدة ساعتين وربع تقريبا على النار العادية بس المهم تبقى الحلة مقفولة والمية غمراها يعني المية مغطيها ما تنزلش المية عنها ونسيبها يا اما ساعتين وربع يا اما بنسيبها نص ساعة في حلة الضغط طيب عندنا هنا اللبن حطناه على النار هناخد السكر هنحط السكر كمان على النار احنا هنا عاملين نص الكمية فبناخد نص الكمية عندنا هنا الرز المطحون هاخده احطه مع الحليب وهحط معاهم النشا كده تمام هناخد بعد الوقت الكاكاو نحطه هنا على النار الكاكاو عادي ما بيكلكعش ولا النشا بتكلكع ولا الرز بيكلكع ولكن النشا هي اللي لازم ندوبها هم تمام كده هناخد بقى الخليط بتاعنا ده ونحطه هنا بهذا الشكل هنقلبه لغاية ما يبتدي يدخن عندنا خالص ولازم طبعا مع التقليب المستمر طيب هنجيب دلوقتي الكبيات اللي هنعمل هنقدم فيها المهلبية بتاعتنا وما ننساش نقل هنجيب الحليب المكسف المحلة اللي احنا حطناه على النار وبقى طفي هنحط منه تقريبا معلقة كبيرة تحت كده بهذا الشكل كده وحسيبها بقى ترتاح شوية في الكباية عشان لما اجي احط عليها المهلبية تفضل قاعدة تحت هنقلب بقى ده كده هنا لغاية ما يبتدي يدخن عندنا شايفين كله داب ناقص بس تنتوفة من الكاكاو حالا هتدوب هي كمان طبعا حد يقول لي نقدر نعملها على مهلبية بيضة اه اكيد بس انا عشان نوع من التغيير يعني وان كمان الشوكولاتة بتبقى لذيذة قوي مع الطفي فقلت نعمل المهلبية بالشوكولاتة ده بيكون شكل المهلبية بتاعتنا دي بعد ما سخنت اهيشوفه قصدي بعد ما غلية حطناها وده بيكون شكلها الطفي تحت شايفين الطفي تحت والمهلبية بتبقى موجودة فوق تغيير كتير عن اللي احنا متعودين دايما ناكله بنحط بقى على الوش كده شوية بندق وطبعا ده اختياري هحط شوية شوكولاتة بس طبعا هي معرضة انها الدوب لان المهلبية لسه سخنة اشتركوا في القناة